كريستيانو رونالدو وكل أشاق كريستيانو والسحرة المستديرة كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي لعبا لنادي النصر ده خبر اتأكد في الساعات الأولى من صباح اليوم وفقا للصفحات الرسمية لنادي النصر السعودي على السوشيل ميديا واللي نشرت صورة رونالدو وهو بيحمل أميز النادي وللنادي هذا أكثر من مجرد تاريخ يصنع هذا توقيت لن يلهم نادينا لتحقيق المزيد من النجاح فحسب بل يلهم دورينا وأمتنا والأجيال القادمة ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم مرحبا بك كريستيانو في منزلك الجديد بداية جديدة لرونالدو بعد عثرات يمكن حصلت له في أواخر 2022 ما بين نادي السابق منشستر ومنتخب بلاده في البرتغال كريستيانو رونالدو في الدول السعودي لاعبا لداد النصر تلك الأنباء التي تصدرت عنوين الصحف ووكلات الأنباء ومحركات البحث على الإنترنت وباتت حديث وسائل الإعلام العربية والعالمية لنقل الخبر والتأكد من صحته وسيوثل انضمام رونالدو إلى فريق النصر السعودي قيمة فنية كبيرة وتسويقية للنادي ولدور روشان السعودي الذي بات محط الأنظار كونه الأبرز في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأسيوية خاصة وأن صاروخ ماديرا الحاصل على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات سيلعب لأول مرة في الشرق الأوسط بالدور السعودي حيث أكد فابريزيو رومانو الصحف الأشهر في أكبار سوق الانتقالات على مستوى العالم أن نادي النصر السعودي يقترب الآن من إتمام صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو والعقد لمدة عامين ونصف حتى نهاية 2025 براتب يتوقع أن يصل إلى 200 مليون يورو سنويا مع تضمين العقود التجهرية كريستيانو رونالدو لالنازر الرونالدو البالغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً والذي يعد الهداف التاريخية لكرة القدم فسخة تعاقده بالتراضي مع نادي منشستر يونيتد الإنجليزي قبيل كأس العالم في قطر وذلك عقب التصريحات التي أطلقها في حق فريقه السابق خلال مقابلته مع الصحفي كيروس مورغان تصريحات ومعركة كلامية بدأها رونالدو وكان يتوقع الأنباء السعيدة القادمة له في بطولة كأس العالم في قطر ولم تمر سواء أيام على كأس العالم حيث تصدر رونالدو عنوين الأخبار مرة أخرى لملا ودون على مقاعد البودلاء في مباراة الدولة السادس عشر في كأس العالم أمام منتخب سويسرا وهو حدث جلل وفي مشهد لم يتكرر سوى مع رونالدو فلأول مرة في تاريخ كرة القدم عموما وكأس العالم خاصة تتجه عدسات الكاميرات والمصورين صوب مقاعد البودلاء بدلا من اللاعبين الأساسيين الواقفين على خط واحد قبل بداية المباراة لترديد النشيد الوطني لبلادهم أحلام رونالدو تبددت وباتت هباء منثورا بعد مغادرة البرتغال لكأس العالم من دور الثمانية على يد منتخب المغرب وقبل انضمام رونالدو إلى نادي النصر حقق في تاريخه 32 بطولة فهل يستطيع أن يكمل مشوار بطولاته مع الفريق الأصفر في العام الجديد؟